انا اقرأ عن التصوف ما الكتب الذي اقرأها عن التصوف وكيف افهم التصوف قلنا يمكن ان التصوف من قبل ان التصوف يعني نعم القراءة فيه ان اردنا القراءة نقرأ مثلا من المبتدئين نقرأ بعض الكتب الحديثة بس يعني نخلي بالنا من ايه الكتب اللي بتقرأ مثلا كما قلنا نقرأ مثلا كتب مولانا الشيخ محمد زك ابراهيم لانها بتيسر بلغة حديثة يعني لو بدأ بكتب يا ولدي يا ولدي نعم يا ولدي بيشرح فيه التصوف يعني بداية واضحة جدا يعني يعني بيشرح ايه هو التصوف ببساطة يا ولدي لمولانا الشيخ محمد زك ابراهيم يقرأ كتب أبجريت التصوف وصول الوصول يقرأ مثلا للشيخ عبد القادر عيسى حقائق عن التصوف يقرأ مثلا للشيخ الشرنوبي للشيخ الأبو الفضي المنوفي يقرأ للشيخ ماضي أبو العزام الكبير يقرأ لهؤلاء اللي هم العصور القريبة مننا وبعدين ينزل بعد كده بقى يدخل على العصور اللي السابقة عليها ويدخل على مولانا ابن عجيبة بقى وبعدين يدخل على ابن عطاء الله ويدخل ينزل ويسابعين آه يعني زي ما بنبدأ في حفظ القرآن بإيه بقول أعوذ برب الناس وإحنا دخلين على طيب لو حاب يروح لقضية التصوف مثلا وسيد أبو الحسن الشازلي وسيدنا الشيخ عبد حليم محمود مانش يسيدنا الشيخ عبد حليم محمود يقرأ له ولكن نقف هنا إيه التصوف ليس قراءة في الكتب أي وهي ده نقطة مهم ده مهم الشيخ رحمة الله عليه يقول يا ولدي يعني القراءة عن التصوف أو في التصوف فيها متعة ذهنية آه ولكن لا تغني عنه قراءة الكتب وضروب الفلسفة المعاناة آه لا بد من المعاناة والتجربة لا بد من التجربة الروحية لا بد من المجاهدة فكما لم يعني لا يغني مجرد ذكر مشاهد طعام عن سد رمق الجوع وكما لا يغني مجرد ذكر الماء البارد عن سد الضمق عن اطفاء لز العطش أو الضمق فكذلك لا يغني عن التصوف مجرد قراءة الكتب فلا بد أن تنضغ الطعام بنفسك وتشرب الماء بنفسك لأنه لكي ترتوي لكي ترتوي نعم لكي ترتوي ولكي تشبع آه ولكي تشبع أيها فذا نحترس منه لازم الطريق يعني آه ترجمة نانسي قنقر